مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع أهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة تانية اليوم نحكي عن شغلات جديدة شغلات غريبة اللي ما بمتابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون يقرأ درس التنبيهات وطبعا يعمل شير و لايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة إذا ما حضرتوا الفيديوهات الراحة والفيديوهات الجاي تابعوني أكيد لازم تحضروها وفي شغلة مهمة كتير 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 عم بتحكيها أنه في أكثر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبتابعوا القناة فاشتركوا عشان تدعموني ويلا نبدأ مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع اليوم بدي أجاوب عن بعض الأسئلة الثانية اللي إجتنا على فيديو الكمامات أتقد هذا الموضوع الآن شغل كتير ناس في الوطن العربي بدي أحكي شغلة مهمة عن موضوع الكمامات قبل ما نبدأ أنه في بعض الأبحاث الآن اللي عم بتحكي عن موضوع الفيروس نفسه بتحكي أنه الفيروس بيبقى على الأسطح لمدة 9 أيام وهذا طبعا رقم زاد لأنه كان إحنا بعلمنا أنه بيضل ماكسموم 5 أيام فالرقم بزيد في ناس كتير الآن عم بتنصاب بالولايات المتحدة الأمريكية في حوالي أعتقد 8 حالات وفاة في واشنطن ستيت اللي هي ولاية واشنطن مش في واشنطن العاصمة الأعداد عم بتزيد كتير في أمريكا وحتى يعني سمعت خبر في إيران أنه في 23 نائب مصاب بهذا الفيروس بهذا رقم كبير بالنسبة للكمامات طبعا ظهر تقرير من منظمة الصحة العالمية وبعض الإبيديمولوجيست اللي هم علماء الأوبئة حكوا أنه لبس الكمامة أصلا يضر خلينا نحكي عن هذا الموضوع هل هذا حقيقة ولا لا؟ أوكي الآن علميا علميا وطبيا لبس الكمامة واجب على الشخص المريض ليش؟ عشان يمنع الرذاذ يطلع من تمه ويروح للأشخاص اللي حوليه أو ينتقل على الأسطح هذا العلمي لكن انت كشخص سليم إذا مناعتك قوية وما نبست الكمامة إن شاء الله رح لن تنظر خاصة إذا ما أعمل كونتاكت مع ناس مرضى لكن السؤال أنا إيش بضمنني أني ما أعمل كونتاكت مع ناس مرضى إيش ما بضمنني أنه ما واحد يعتص فجأة أمامي صحيح الآن وجود الكمامة ونقلل نسبة 10-15% من وصول هذا الرذاذ إلى جهازك التنفسي أو عينيك لكن السؤال المهم هو لما تصير هذه العملية هل ممكن هذه الفيروسات تنتقل للوجه وبعدين للجهاز التنفسي والعين هذا اللي أنا حاب أرد على هذول العلماء اللي حكوا أنه بضر أو ما بفيد هو فعليا يقل إنسان من ذاته ليش؟ لأنه معظم الحالات لما أنت تصيب الأسطح زي ما حكينا نحن بنصيب وجهنا لاشعوريا حوالي 200 مرة يعني قبل يومين في مديرة الأبحاث أو مديرة الصحة في منطقة سنت ماريو في كاليفورنيا كانت تعمل خطاب عن موضوع الكورونا وأديش الأعداد وكانت تلمس تمها وأنا يمكن بكل فيديوهاتي لا شعوريا بلمس وجهي فهذا الشيء لا شعوري والناس لاموها عليه طبعا ما تلموا أحد لأنه هذا لا شعوريا بصير فالموضوع يعني أنت بخفف أو بمنعك من لمس وجهك لما وزير الصحة الأوردني وناس ضحكت عليه يعني أنه حكى أنه الشماخ بقوم مقام الكمامة طبعا نفهم الموضوع خطأ لا شيء يقوم مكان الكمامة لأنه الكمامة نوع الماتيريالز أو المادة المستخدمة في إنتاج الكمامة تختلف عنها من الألبسة عشان هيك الناس اللي بيعملوا من القماش العادي كمامات لا تكون بكفاءة الكمامات الطبية لأن الكمامات الطبية نوع القماش أو نوع الماتيريال اللي بيستخدموه يختلف ما بيكون نسمات فيه بتدخل الفيروس أما الأقمش العادية بتدخل الفيروس لكن إذا هذا منعك من لمس وجهك فهذا جيد هذا شيء ممتاز نشوف تقرير على قناة العربية كانوا لوموا فيه ويضحكوا عليه أنه هذا لا يجوز ولا ينفع هو ليس بكمامة ولكنه يقيك من موضوع لمس الوجه خلينا نجاوب على بعض الأسئلة التي وصلتنا أنا مع احترامي للجميع وأنا شايف أن هذا الموضوع مهم فحابب أجاوب الجميع هل يمكن غسل الكمامة وعدم رميها بعد استخدامها الجواب الطبي لا الكمامة تلبس مرة واحدة وترمى دون لمسها يعني أول ما تشلح الكمامة لازم ترميها في زبالة ومش الزبالة العادية لازم ترميها وتسكر الزبالة لأنها ملوثة فكيف بدك تغسلها خاصة إذا كانت من النوع اللي كمامات الطبية هي ما بتنغسها نهائيا إذا الكمامة إنت عاملها في البيت من القماش وبدك ترجع تغسلها تعملها ريسايكل زي الشماغ هذا إذا أنت لابسه مرة تاني لازم تغسله كل يوم بعض الدول الآن ما فيه كمامات يعني الآن معظم من الأطباء بيحكوا يا جماعة لا تشتروا كمامات لأنه ما فيه كمامات للقطاع الطبي صارت صار الموضوع صعب جدا فساعدتها لا حاول ولا بدك تعقم الكمامة بطريقة أو بأخرى أسوأ الاحتمالات إذا صعب الحصول على كمامة وكان عندي الكمامة الزرقة والبيضة الطبية وضعت فوقها قماشة أكويها بالمكوال البخارية من الجهتين وبالتالي قتلت البكتيريا وعقمتها طبعا بعطي هذا نصيحة ممكن تحط عليها زي ورقة وتكب هذه الورقة يعني ما هو البشمار ما أعرفشو البشمار ما هي أفضل كمامة يجب استعمالها للوقاية من الفيروسات نحن حكينا أفضل كمامة تسمى N95 هنتبه تعتبر أفضل كمامة لكن لا أحدشوها في فيديو فت تست عادة بعملوها في المستشفيات للممرضين والأطباء لأنهم يستخدموها ويجبهم غطاء وجه وبعطوا الكمامة وبرشوا فيه هذا بخاخ وبشوفوا نسبة دخول البكتيريا أو البخاخ هذا جوا الجهاز التنفسي وبقاها في المكان فإذا بقى منها 95% معناها أنها فت إذا لا بغيره الصعيز فـ N95 هي الأفضل لكن برضو فيها فت طبعا إحنا حكينا عن حمالة الصدر ممكن تصير هي ماتيريال زي الشماغ زي هذا فبسأل هل ممكن نسويها أفضل من لا شيء هل ممكن استعمال الكمامات التي تتباع في المعدات المنزلية والأشغال الحرافية لأنه سعرها رخيص اللي هي FP2 يمكن استخدامها بنفس الكمامات تمنع دخول طبعا هي مش مصممة للفيروسات تمنع دخول الغبار عادة والشبايا لكنها بتساعد غسل الكمامة أكين هل يجوز رشها بديتول بدر رميها أكين لا رشها بديتول أو كحول لن يغير من الموضوع البكتيريا اللي موجودة عليها لن تقلل من الفيروس طبعا في سؤال ثاني هل الخمار حق المرأة نفس موضوع الكمامة لا خمار المرأة برضه هو قبارة عن قطعة قماش تدخل من داخلها البكتيريا والفيروسات تخفف لكنها لا تمنع زي الكمامة الكمامة أفضل دكتور هل ينتهي صلاحيتها أوكي العلب عادة ما بتكون عليها صلاحية عادة بتكون طويلة الأمد سؤال ثاني النوع الطبي البسيط أستخدمه أكثر من مرة حكينا أنه لازم استخدم مرة واحدة في شخص بقول أنا عندي عجاج في الأنف وإذا حطيت كمامة ما أقدر ألبسها لأنه يصير تنفس ضعيف ما الحل؟ طبعا الحل أنك تحاول تجد طريقة عادة الكمامة بيكون إلها زي حديدة تضع على الأنف وهاي بتقدر تغيرها فأعتقد أنه قد يكون حل أنا عندي التهابات مزمنة في الرئة فهل يجب أن ألبس كمامة؟ نعم الأشخاص الذين عندهم التهابات مزمنة أو عندهم أمراض تنفسية ربوا كل هاي الأشياء يس لازم يكون عندهم لازم يلبسوا كمامة هذول الناس عرضة كتير كتير لهذا المرض أعلى من غيرهم الكمامات في العراق غليتنا كمامات غليت يا أخي في كل العالم في الصين في كندا في أمريكا للأسف طبعا في ناس بيستغلوا ذلك من التجار ولكن لا حول ولا فيه شخص يقول لابد حلق الذقن حتى تكون النتيجة جيدة وسطحها الماسك نعم الأفضل إنه إذا عندك لحية طبعا زي ما حكينا خاصة لل N95 لازم تكون فت دكتور ما هي طريقة لبس الكمامة السوداء؟ مانعان بشو معنى الكمامة السوداء؟ هل هي لونها أسود فقط؟ لأنه فيه كمامات بيجي فيها كربون أو فحم هذه الكمامات يعني أكثر تطورة من الكمامات الزرقاء إذا هذا نفس طريقة اللبس لازم يكون فيه فلتر في الماسك N95 اوكي ال N95 فيه منها نوعين فيه واحدة بتيجي بفلتر أمامي اوكي هاي لا يحبذها الأطباء وفيه بتيجي بدون فلتر قطعة واحدة هذا يحبذها الأطباء فيه منها بيجي حتى نوع إلو فلترين بسموها KN95 إلها فلترين على الجنب بس لازم تغير الفلاتر لأنها هي طريقة استخدامها لأكثر من مرة يعني فيه اختلافات طبعا دعرف أين نلقى هذه الكمامات يا إما أولاين يا إما في السوق طبعا الأسعار زادت وما نقدر نشتريها حسبنا الله ونعمى الوكيل الله المستعان نترد على هذا السؤال هل هذه الفيروسات خطيرة مثل مثل السارس والإيدز وغيرها من الأمراض طيب السارس هي ليس تخطر من السارس لأنه الأعداد الوفيات نسبة أقل عددا الآن أكثر بس النسبة حق الوفيات أقل الأيدز لا ينتقل بنفس الطريقة اللي بنتقلها هذه الأمراض الأيدز بنتقل عن طريق السوائل خاصة عن طريقة المعاشرة جنسية أو عن طريق نقل الدم أو استخدام الحقن أو يعني البكان اللي فيه كيو دم أما هاي بتنتقل عن طريق الرذاذ تبع الأنف أو العطاس فبتختلف طريقة النقل يعني بتختلف الأمراض طبعا فيه شكر بارك الله فيكم شكر لله سبحانه وتعالى أو سؤال مهم ما قدرنا نغير الكمامة كل يوم فعلا هذا سؤال لا موجود الكمامات حاول تخفف الخروج من المنزل ما تطلع إلا عند الحاجة والضرورة المهمة خلال هذه الفترة والله المستعان واحد بيقول كيف أعمل ماسك بدون بشكير وبدون مطاط ما عرف كيف جاوبك طب هاي أهم الأسئلة اللي موجودة شو نوع صناعة الكمامة يمكن جاوبتها أنا أكثر بمرة انه مش مشكلة نوعها في شركة 3M السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد شكرا